أكدت قبائل الأشراف والمرابطين رفضها للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي داعية أبناء الشعب الليبي إلى الحوار الوطني السادق لإنقاذ الوطن والعمل على دعم القوات المسلحة لاستقرار الوطن كما أكدت قبائل الأشراف والمرابطين الوقوف صفاً واحداً من أجل ليبيا ووحدتها الوطنية داعية إلى مصالحة وطنية حقيقية وتطبيق قانون العفو العام وعودة النازحين وعلى رأسهم مهجري تورغاء في ظل هذه الظروف العصيبة والأزمات الخانقة التي تمر بها بلادنا الحبيبة فإن الأمر يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً والاجتماع على كلمة سواء من أجل ليبيا ووحدتها الوطنية الغالية وأن دعاة التقسيم لا يمثلون إلا أنفسهم وأن دعاة التقسيم لا يمثلون إلا أنفسهم وأن لا نسمح بالتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية وندعو جميع أبناء الشعب الليبي إلى الحوار الوطني الصادق لإنقاذ الوطن واستعادة هيبته والعمل على دعم القوات المسلحة العربية الليبية رمز السيادة الوطنية وبناء الأمن الليبي العامل على استقرار الوطن وحماية مكتسباته وأن نتوجه جميعاً للعمل والبناء وعودة الحياة الكريمة في كافة أرجاء الوطن الواحد بمساهمة ومشاركة الجميع في وطن تشرق شمسه على الجميع في وطن تشرق شمسه على الجميع وندعو إلى مصالحة وطنية حقيقية بين أبناء الوطن الواحد وتطبيق قانون العفو العام الصادر عن البرلمان في كافة أرجاء الوطن وعودة المهجرين والنازحين وعلى رأسهم مهجري تورغاء إلى مدينتهم وديارهم وتأمين الحماية لهم عملاً بأحكام ديننا الحنيف ترجمة نانسي قنقر